بسم الله الرحمن الرحيم هذه القصيدة أهديها إلى سيدي معالي الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي بمناسبة حصول القيادة العامة لشرطة دبي على نصيب الأسد من جوائز التميز في برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز وعلى قمة هذه الجوائز التي هذه القصيدة من أجلها جائزة رضاء المتعاملين مع شرطة دبي ورضاء المتعاملين هو عين الجودة والتميز فبسم الله أبدأ هذه القصيدة أجل قولي ليسمعك الرقي أسحر كل هذا يا دبي حباك المجد بردته قديما فأيكم الفريد العبقري بناء شامخ وديار عز وتاريخ على الدنيا غني فتحتي لكل ضيف باب جود ليغمره هنا الكرم الندي وألبست التقدم كل ثوب يزينه الرداء اليعربي وحيد ما بنيت وحيد ما بنيت وذاك فضل به قد خصك المولى العلي ويسرت الأمور لكل فرد فكل الناس مسرور رضي وإرضاء الأنام يظل حلما وعندك كل حلم واقعي أحدث عنك والدنيا تثني ويشرق وجهك الطلق السني رضا الجمهور رضا الجمهور يخرج بالتساوي سوي عند رتبته سوي لأول مرة وبأي عصر ولم يسمع قريب أو قصي بأن الناس أرضاهم قطاع على الإرضاء في الدنيا عصي هنا الشرطي يحصد من رضاهم ويمضي حيث يشتد المضي ينافس غرفة التجار طرا ويزحمها فتاها اللوذعي فلا طابور ينتظر التياعا وشكواه ملف جوهري وتقوى بالرضا قولا وفعلا ومن ربح الرضا فهو القوي وشرطتنا وشرطتنا تعودت التحدي وقائدها لمبدائه وفي فلا تعجب لضاحي من حبيب دبي عشقه وهو الشجي فلا تعجب من رجو بالهاو الدنيا لللوك حسما waar وحما هذه ماcht دركنم لamment وحما ان محن ورشال اشتركوا ننتهي من يوسيح وتك موسيح لأن من رجل